أحكي لكم حكاية قبل أن أدخل في تفاصيل الموضوع حكايتنا طويلة سنحتاج إلى العديد من الحلقات في هذا الموضوع وهذا الموضوع خطير جدا وأخطر من الشذوذ الجنسي لأن الشذوذ الجنسي ثمرة من ثمراته ما يفعلونه عمليا من شذوذ جنسي إنهم ينفقون أموال الخمس في ذلك فالخمس هنا علة والشذوذ الجنسي معلول والعلة أخطر من المعلول السبب أخطر من المسبب يقال في حكايات الحيوانات القدماء كانوا يصنعون الحكايات فيما بين الحيوانات فرارا من سطوة رجال السلطة ورجال الدين فرجال السلطة طغاة ظاهرا وباطنا ورجال الدين في أكثر الأحايين طغاة باطنا لكنهم يظهرون شيئا غير هذا فيستعملون سلطة السلاطين في القضاء على مخالفهم ولكن في بعض الأحايين رجال الدين يكونون طغاة ظاهرا وباطنا حينما تجتمع بأيديهم سلطة الدين والدنيا والتأريخ مليء بالشواهد ولا أتحدث عن دين بعينه عن كل الأديان هذا الأمر موجود في كل الأديان وأما في المذاهب العباسية فهو موجود في كل المذاهب العباسية القذرة أتحدث عن مذاهب سقيفة بني ساعدة وعن المذهب الطوسي النجس إنه مذهب سقيفة بني طوسي النجاسة قطعا نجاسة معنوية حينما أتحدث عن النجاسة هنا إنها النجاسة التي تقابل القداسة المزيفة هؤلاء ما عندهم شيء من القداسة هذه القداسة التي يضحكون بها عليكم قداسة مزيفة الذي عندهم نجاسة في نجاسة في نجاسة القداسة شيء معنوي النجاسة هنا تقابلها شيء معنوي أيضا يقال أن ابن آوى قصد قرية من القرى كي يسرق دجاجة لأجل أن يلتهمها الجوع هو الذي أخذه إلى تلك القرية ولكنه فوجئ بالكلاب تنتظره وابن آوى يخاف خوفا شديدا من الكلاب طاردته الكلاب وضيقت عليه المجال مدينة قريبة من القرية رح يجري باتجاهها علّه يتخلص من الكلاب دخل في شوارع المدينة وأزقتها فأخذ الناس يطاردونه بعد أن تركته الكلاب لما دخل إلى المدينة استلمه أهل المدينة فرح يركض من ناحية إلى ناحية دخل السوق مضطرا وأخذه السوق إلى جهة الصباغين وهو يقفز من مكان إلى مكان وقع في أحد القدور الكبيرة من قدور الصباغين كان ذلك القدر مليئا بالصبغ الأحمر غطس فيه ابن آوى ليس بإرادته كان مضطرا سقط في ذلك القدر فبعد أن غطس بكامله قفز من القدر وخرج ورح يركض حتى خرج من المدينة لما أمن الطلب نظر إلى نفسه وإذا بلونه قد تغير لقد صبغ باللون الأحمر باللون الأحمر الأحمر فكر في نفسه هل يمكنه أن ينتفع من هذا اللون الجديد الذي طرأ على حياته فوضع مخططا أن يذهب إلى أبناء قومه إلى بنات آوى العرب يقولون حينما يجمعون ابن آوى بنات آوى لا يجمعون ابن آوى على أبناء آوى فذهب إلى قومه من بنات آوى فلما نظروا إليه استغربوا لونه فقال لهم إني قد جئتكم بأمر أنا كائن مقدس أنا كائن مميز وميزتي أنني مقدس أرتبط بالآلهة في السماء ارتباطا مباشرا البركات بسبب تنزل عليكم هل تريدون أن أبقى معكم كي تنزل عليكم البركات فإذا أردتم ذلك فإنني أشترط شروطي إذا لم توفر لي شروطي فإنني سأرحل قالوا له يا معود وين تروح أنت واوي مقدس وعلى روسنا أنت آية من آيات الله شنو اللي تريده قولوا وإحنا بالخدمة جناب الأغة راد براني وراد حبر بشية يخدمونه مرجعية من الآخر رادنا مرجعية وشرط عليهم شرط نص اللي تحصلونه من الدجاج من الحمام من الطيور تجيبوه للمرجع تجيبوه للبراني لأن الواوي المقدس موجود وذول الهتلية الحبر بشية اللي دائر ميدور هم يردون يأكلون في خدمة الواوي المرجع لا تنسون إحنا عدنا صنفيا عدنا راوي يروي حديث أهل البيت وعدنا واوي يضحك عليكم أكو راوي وأكو واوي عليكم أن تميزوا بين الراوي والواوي نعود إلى هذا الواوي المرجع دام ظله الوارف على رؤوس الواوية فأسس المرجعية والواوية يومية تطلع تجيب دجاج أخضيري أطيور منا منا شنو اللي تحصل تجيبه أو بالنص نص لبيت المرجعية للبراني أو نص لهم واستمر الحال على هذا المنوال أكو واوي مراحة مثلي ينبش منه ومنه مراحة ظل يراقب هذا المرجع هذا المرجع الواوي ظل يراقبه ظل يراقبه بالليل بالنهار ما شاف عنده شيء يتميز عن الواوية شاف نفس الشيء واوي هتلي مثل بقية الواوية الواوية كلها هتلية وهذا حاله من حال الواوية الهتلية ما شاف بيه فدميزة رجع الى كبار قومه من الواوية قالهم آني شاك بهذا الواوي هذا مثل وهذا صبغ طياري هذا صبغ عرضي هذا يضحك علينا قل له لا لا ليش وربيك الواوي ومو معقولة وهذا الواوي مقدس ونعمة هذه الله أرسلها حتى البركات تنزل علينا وشنو قيمتها من ننطي نص الحاصل اللي نحصله البركات من فتحة علينا وإحنا ناكل وهو يأكل قالهم أنا عندي اقتراح اقتراحي نقول للواوي المقدس نقول هاي المنطقة كثرت بيها تشلاب كثرت الكلاب والواوية تخاف من الشلاب نقول له هاي المنطقة كثرت بيها الشلاب والدجاج قال كل جبنا وقضينا علي فإحنا نريد ننتقل إلى مكان آخر وإنت يا جناب المرجع هم تنتقل ويانه وقالهم ناخذ نعبر به الشط هذا إذا صبغ راح يطيح بالمي يطيح صبغة وإذا صبغ أصلي راح يبقى فإحنا نعبر به الشط وهناك إذا طاح صبغة نعرف أنه إحنا مضحوك علينا وإذا ما طاح صبغة يبقى على تقديسه إحنا إحنا ما راح نقول لشي وتبقى مرجعيته وننطي نصف الحاصل اقتنعوا بكلامه إجوا وقال لولا للواوي قال لولا يا جناب المرجع الواوي دائما ظلك الشريف على رؤوسنا ترى هذه المنطقة كثرت بها الشلاب ودجاج ماكو إحنا نقول ننتقل إلى منطقة ثانية وإحنا لقينا منطقة ثانية اتشلابها قليلة والدجاج بها هواية كثير بها الواوي ماذا يصنع هو أيضا لا يدري إذا ما دخل في الماء لأنهم قالوا له من أننا سنعبر الشط هو لا يدري أنه إذا ما دخل في الماء راح يطيح صبغة لولا هو شاق في الموضوع هو يدري هذا الصبغة مو أصلي لكن وضع في زاوية الحرجة فعبره الواوية وعبر المرجع المرجع بس طلع من صفحة ثانية طلع واوي عادي طلع صبغة بالمي والواوية دارت عليه شبعوكة قالوا لليوم أنطلع الدجاج كل من عندك شكوا دجاج أكلته حتى الحبر بشية الواوية دارة وعلي اللي كانوا يأكلون ويا من الحقوق الشرعية الواوية التي كانت الواوية تجيبها مربطوا الفرس مربطوا الشاهد مربطوا الشاهد مثل ما المي والشط طيح صبغ الواوية المرجع قناة القمر طيحت صبغ مراجع النجف وكربلة قناة القمر طيحت صبغ المرجعي يهتي الطوسية والعاقل يقولون يفهم إذا أكو عاقل وإذا كانهم يفهم أيضا نذهب إلى فاصل